بسم الله الرحمن الرحيم أنا بصلي إلى محمد وعلي محمد السلام عليكم طلاب شلوكم إن شاء الله بخير إن شاء الله نكمل محاضرات الفارماكولوجي وصلنا إلى محاضرة الباركنسون اللي هي إحدى محاضرات الفارما التابعة إلى الـ CNS طبعا مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة محاضرة الصرع الإبلبسي وفتهمنا شنو المريض من يجيك وتعرفه هذا ب يعني شو نقول مصاب بمرض الصرع هميا هنا أنا بباركنسون هام لازم نفهم شنو باركنسون وشلون يصير ولازم هم شوين نرجع لل الانتومي الأشياء القديمة حتى نربطها ونعرف وين صارت المشكلة ونعرف ندو وشو راح نستعمل بهذه المشكلة ومن نستعمل الدوار أكيد راح نرجع للوضع الطبيعي مزيد الباركنسون مثل ما تذكرون يعني أشهر أشهر الناس يعني اللي انصابوا بباركنسون ديزيز اللي هو محمد علي الملاكم أضا يرحوا محمد علي هو أشخاص أكثر الأشخاص شهرة أنه هو أول مرة مشهور ثانين هو يعني كان تحت الانظار فهوية تذكرون وصار عندهم ربط بين مرض باركنسون ومحمد علي ليش ذكرت هاي المعلومة أنتوا أكيد شايفين هواية فيديوهات إليه أنه هو شلون من يتحرك أول شي هو كبير بالعمر ويمتصر عند باركنسون ما نصار كبير بالعمر ومن نفس الوقت تشوفون أنه دائما يرجف ومن يحرك يده ترجف وكذلك تلاحظون أنه ما يقدر يمشي يعني ممشية طبيعية هاتشي كأنه واحد تشي خطوة خطوة صغيرة وتلاحظ أنه يعني بسهولة ممكن أنت بس الدفع يطيح بالقام عنده ضعف زيان ورع شل مستمرة بيده هاي الأشياء هي نفس اللي تذكروها أنتو كانت قد محمد علي هي نفسها يا أعراف باركنسون اللي هي صارت عنده مرض باركنسون هو عبارة شو نقول مرض بسبب هرمونات يعني داخل الدماغ تحديدا الدوبامين قلت نسبته وصارت أكو شيء اسمه باركنسون هذا كله ترى الكلام راح أعيده أنا مجرد هسا جاي أمطيكم فهد يعني هين صغيرات زيان شنو راح نتكلم إحنا خلال هاي المحاضرة راح نتكلم عن بس أتأكدين الصوت أربع شغلات أساسية راح نحكي عليها أول شي راح نحكي على الجنرال أوفرهيو على الدماغ وتحديدا الجزء المسؤول اللي راح تظهر منه مشكلة الباركنسون راح ناخذ الباثوفيسيولوج شلون صارت المشكلة وراح ناخذ الأدوية حتى نعالج المشكلة وأخير شي ضفت لكم نقطة هنا يعني إنها ممكن تجي أمسكي وممكن تستفادون منها حتى بالحياة الطبيب يعني منصير طبيب يعني زيان بالنسبة لنقطة الأولى قبل لا نبدأ هنانا special shout out to دكتور عباس وريد فور يعني مساعدة بالإلستريشن اللي هي ساعدت جدا في توضيح هاي المحاضرة التصميم يعني ما راح ناخذن نفهم على أساس المرض ما أخوذ فكرت من عنده كذلك يجزئ منعيه من زيان زيان نبدأ بأول شي هي general overview اللي راح نتكلم بها عن science والsyptoms تقريبا انت تقدر تباهل هاي الصورة الموجودة قدامك طبعا يعني شوف كتبت لك يورامنبر محمد علي نفس الكلام ذكرت لك حتى أذكركم بنقطة المرض يقسموه يعني مرات اللي يدرس وهو يعني الأشخاص الدارسين لنا هذا المرض يقولون بأعراف أو سيبتمس انه هي شون تكون ما يعني شون نقول لها علاقة بالجهاز العضلي موتر موتر سيبتمس واكونون موتر الموتر سيبتمس اللي هو تذكى كلمة تراب تي يعني ترامر و جايرجف وتذكرون محمد علي كان دائما يرجف ورجتي لهي يعني مرات السرقة كتقلصات من تلزم ايده مثلا تلقاه شون يبسة والأي يعني أكينيزيا يعني نقصد بها انه تصير أكينيزيا يعني سلود موبمت أو سكينيزيا يعني المهم يتحرك كلش بطي يعني upsall حتى بهاي صورة Fig 너네 كبيرة كلش خطوة بصف خطوة يعني إذا نقول حس مثلا إذا فرضنا هاي دوسة مالتا الأولى الدوسة الثانية متا هاي هنا صار off ثاثة هاي صارة هنا الطبيعي الإنسان الطبيعي هاي مثلا دوسة دوسة هاي بالنانة ثاثة بالنانة أو بالبارك quienes Nler هيش هي الدوسة الأولى هي الثانية كأنواحد جايز صحف بس على رجلي أكي يعني مثلاً تبقى عنده انكسايتي عنده ديبرشن عنده ما يقدر يعني ابتلاعه شوية عنده صعبة بالابتلاع عنده مشاكل بالجهاز الهضمي التنفس ما تتعلم يعني يفقده مرات وأكيد أكيد بما أنه المرض يصيب الدماغ فأكيد رح يصير عنده مشاكل بالنوم يعني هي بالدماغ ومشاكل مشاغل مشاغ مشاغ لا مشاكل بالدماغ يعني ما يقدر يركز ما يقدر يجمع كلام صعوبة شوية ما يستوعب الفكرة بسرعة وإلى آخرين من المواصفات هاي الكلها اللي تصير بي أهم نقطة أريد تتذكرها هي ذكرتها أنا قبل شوية وهناك تملكها Old Age وهس إتجي تلاحظ الصور هاي غلبية هنا أنا كاتب حاط لك رجال الناس كبار بالعمر زين هاي بالنسبة الباثفيسيولوجي أريدك تتذكر في شي موتر سيستيم طبعاً المتابعين وهي موتر سيستيم هسأكيد رح يتذكرون شنو سولفت أنا يعني سولفنا على الموتر سيستيم والبايرامنت والتراكتات هاي كلا سولفنا عليها إحنا السابقاً لكن ماكو داعين يعني قصدي ماكو ضاير أنه شوية نتذكر في التفصيلة صغيرة أنت إذا تريد تحرك يعني أنت سيستيم دماغك بسنسوري وبموتر الأشياء اللي تتحسسها تشويحة يعني في الشيحار تنشوي بنار تنبيز هاي كلا سنسوري تتجي من مكان البزة وتروح للدماغ أنت تحس بها أنا ما لدي علاقة به باكينسون هو مرض موتري أو موتر يعني شنو يعني على مستوى أن الدماغ الموتر الموتر أن تصدر الأوامر من الدماغ مثلا تتحرك إيدك شونا سنة جايح تشوي حرك أصابعني الأمر يبدي من الدماغ وينتقل ينتقل يجى إلى المصل مثلا هاي العضلة فهذا الأمر إما يقل العضلة تحركي أو يقل لها أوكفي أو مثلا يقل لها أنت ترى ما جاي تحرك الإيد بصورة من تضمن نسوي لها مودينيشن هذا الشي كلش عام إذا ندخل شوية للتفصيلة أنت مول أول مرة رأستا ينتقل من الكورتكس ورأستا للعضلة أول شي يصير به شو نقول مثل الدولة يصير أول مرة مناقشات بين الأعضاء مالته قبل أن تصدر القانون مثل مجلسة نواب تشريعي يتناقشون بيناتهم بأمر وإذا تفقوا عليه إنه أوكي نصدره أو ما نصدره أو نعدل عليه هذا هنو بيستموه خنو بيظهر إلى المواطنين نفس الشي هذولة ينثنين يريد يحرك يعني حريد يحرك أول شي تروح أمر إلى البيزل قنقلية أكو جزء بالدماغ اسمه بيزل قنقلية هيتش مكعني كل شي عميق بالدماغ بي يعني فد أنوية ومدروا شنو يعني فتجي الأمر من الأكش عبارة عن اكش من الدماغ الكورتكس إلى البيزل قنقلية فيصير التفاهم بين أتهم أريد أحرك مدوش ينو فيتناقش من بيناتهم ويصدر الأمر أنها يرجع مرة ثانية إلى الكورتكس أنه بيش يروح للعافلة هذا هنا بهذا الجزء تحديدا رح أكبره هسه وراح نفتهم وين المشكلة صارت هي تقريبا هنا أنا صايرة مرض باركنسون رح أكبر لك أريدك يعني هسه نفسه هذا الجزء أنا كبرته حتى نباوى على كم تفصيله نوضح به الفكرة باركنسون أسه رح نحكي على النورمال الإنسان إسه شون أنا إنت قاعدين ما بينا شي أكو جزء بالدماغ اسمه نيوستريتيم أوكي نيوستريتيم هذا خليك ببالك هذا جزء بالدماغ وأكو جزء ثاني نسميه سبستيشا ناقرة يعني ناقرة يعني أسود فما كان يعني بالدماغ ما نستفتح أصلا بالتشرح يعني وتباوى لها تلقالو أنا أسود تسموه خلنا نتفق على هاي الشغلتين الأساسية عندنا في الجزء بالدماغ اسمه سبستريتيم نيوستريتيم وسبستيشا نيقرة هاي جزءين أساسيات كلش بالدماغ بيناتين يصير شو نقول عمليات تواصل هاي يعني يتواصلوا وياه وهاي تتواصل وياه فيعني شو نقول مثل عمليات التواصل بيناتهم هاي قلبوها سوري صايرة بالمقلوب المهم اه خلنا خليجي يا ما تهمنا اسمو ذلك الاهتمام بس المهم انت تعرف انها هاي نوت نيوستريتيم والسبستيشا نيقرة يتم التواصل بيناتهم بحيث نيوستريتيم راح تتواصل وياه السبستيشا نيقرة عن طريق القابة وتذكرون بالإبلابسيتون بارها عشان نحنا ان القابة عبارة عن نيورو ترانزميتر بس يطفوي يعني نفرز دوبامين اللي هو يرتبط عن طريق رسبتر خاص بي سمو دوبامين رسبتر اوكي دوبامين شنوه دوبامين ضيفه مثل غابا مقنى غابا انهيبتري هذا هم انهيبتري زيان النيوستريتيوم تابع على جزء في الدماغ هو السبي بيزل قنق اللي يهتعون قلت لك يا أصلا هاي بيزل بس السبستيشن قرية هاي مرات هم يقلوك تابع لها ومرات يقل لك هي ضمن الجزء يسمو Extra Pyramidal System ما لك علاقة لا تدخلوك بها اللي زعاجات بس مجلس أنا ذكيت لك نتابع لها رح يكتبو لك مرات الأعراض يقلوك ترى الأعراض هي أعراض Extra Pyramidal System تعرفين شنو نروح فتح مهضراتي من يور وتعرف شنو يعني Pyramidal وشنو Extra Pyramidal System زيان صدر الأمر حسنا مثل ما قلنا إحنا الأمر شنو أول مرة ينصدر من الكورتكس نوبا إلا بيزل نوبا يرجع نوبا يروح للمسل نفس الشي نا رح يجي الأمر من هنا يتناقشون به يرجع مرة ثانية وإن أمر النهاي رح يبدأ يتحرك يتحرك ينفرز عن طريق فايبرات تكون Color Inergic من نقول Color Inergic يعني تفرز Acetylcholine اللي هي تفرزها بالعضلة هذا كل أمر الطبيعي اللي يصير عند الإنسان زين المشكلة مين ظهرت المشكلة ظهرت للآتي أن الشخص اللي بي باركنسون دزيز أن نسبة الدوبامين بي شنو تكون قليلة شنو السبب هسا ما لعلاقة المهم أبو باركنسون تكون عنده نسبة الدوبامين تكون قليلة تمام زين نفس الميكانيزم هاي كلها رسمتك بس مجرد أن الدوبامين تلقى نسبة قليلة زين إذا سيلك إحنا إذا نريد نشتغل هسا راح نسولف على الأدوية شنو أو شنو الطريقة اللي ممكن نعالج بيها سالفة الدوبامين راح تقلي واحد من الطرق أنطيدوه أوكي أنطيدوه راح يجي للدماغ يعني يعبر البلود برين بيريور تعرف الدماغ محاطب شيء اسمه بلود برين بيريور ويعبرا وهالنوبة يعني يتحول إلى دوبامين ويتبدي تصعد نسبة الدوبامين هاي واحد وأكو جماعة يقولون شنو ممكن الرسبتر نجيب مواد تشبه الدوبامين ورأسة ترتبط بالرسبتر هاي نسميه أغونس يعني وأكو جماعة يقولون يقولون يرجع للصورة أنت شفتنا كنا بخلي أكو شيء اسمه ما مونو أمينيز أوكسيديز نوع بي هذا فد أنزيم معين وأكو كومتين أنزيم مثلا ذن ذن ثنينات شغلتين شيء يكسرين بالدوبامين يعني الله بخلي هنا حتى لا بالدوبامين تصعد نسبته يعني الدوبامين إذا صعدت نسبته شوية الإنسان يصير عبقري بس إذا صعدت كل شوية الدوبامين يصير مسودا الإنسان هو حرفين مسودا فإن الله ما خلي هاي حتى يحافظ عليها يعني ما تصعد عن نسبتها فالمهم أبو الدوبامين هو أصلا عنده قليل الدوبامين أبو الباركنسون عنده دوبامين قليل زين وهاي جاي تكسر بيها فأنا أسوي نوع ثالث من الأدوية النوع شنوع أكسر هذا وأكسر هاي فإذا هذن 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 ثلاثة هذن هذن أربعة أدوية وبعد هي هاي بحشادنا كافي أوكي فالتاسي نبدأ بأول شي إنه راح نسوي فإد أدوية أنطيها بالوريد فأنه بتروح للدماغ وتتحول إلى دوبامين أوكي تري يختلف هذا واحد اثنين يختلف عن واحد واحد أنطي هو دوبامين نفسه ذولة ننطي فإد أشياء تشبه الدوبامين هي مو دوبامين وإننا تشبه الدوبامين تجي حرى سبتر حتى تأدي وظافة الدوبامين خلنا تجي على هذا يشبه الدوبامين فالمهم هنا ملاحظة يقل لك بسبب إنه صار أول باركنس صار عنده نسبة قليلة من الدوبامين اللي يجي ينفرز منه يفرز الدوبامين هاي فإذا شن راح يصير عنده يصير عنده عراض اللي نسميه إكسترا بايرامدل سيبتمز ينهو المشكلة وين وظهرت هنا فإذا العراض شن راح تكون إكسترا بايرامدل سيبتمز شن إنه إكسترا بايرامدل سيبتمز توني حجين سيبتمز اللي هو حجين توني هالفنا فوق ترمار ذكر كلمة ترمار ترمار نجي إلى الأدوية اسمع إحنا حتى نعرف نصنع دوة أو نسوي دوة لحالة مرضية معينة لازم إحنا نعرف الباث ما لهاي الحالة المرضية ونصحي إذا أنا ما عرف الحالة المرضية أعرف أسوي ما عرف فإذن أنا توني شرحنا أصلا الباث الفيسيولوجي سوالفنا عليه شنون يصير اللي هو وقلنا شو راح نسوي الأدوية زين الأدوية راح نسويهن شنو هدف هن النهائي يزيدن من مستويات الدوبامين كلهن هسه إحنا سوالفنا عليهن قلنا دوة يشبه الدوبامين ويعني راح نصعد نسبة الدوبامين أدوية تشتغل مثل دوبامين هم راح تزيد الدوبامين توقف هذا إذن بعد ما يتكسرف هم راح تصعد نسبة الدوبامين إذن هدفنا النهائي كله شنو يزيد النسبة الدوبامين لكن بي كيرفول لأن إذا وصلت نسبة عالية من الدوبامين راح تسوي تخبل المريض يعني ماذك مثل الهالوسيشنز. هالوسينايشنز. يعني واحد يقل لك انا قاعد واسمع واحد يسولفو اياي. لو واحد يحكو اياي. لو اسمع اصوات. لو اشم اشياء. يعني المهم يعني ما الواحد يمسودن حرفيا. يعني لان نسبة الدوبامين صارت كلاش عارفة. احنا لازم شوين ننتبه من انطيعها الى دوي. اوكي? هاي واحد. زي. نيجي الى الدول الاول ان نسميه ليفو دوبا. حرفيا مثل الدوبامين. قلت لك هو اصلا راح يجي يتحول دوبامين. فسمينا ليفو دوبا او مرة ي قلو لك ايال دوبا. نفس الفكرة. شنه شغلته راح يجي. يعني خلنا نسولف هالكلام جال من كتب تاني. فالمهم مثل ما ايزوي سيد ارلير. طونا سولفنا. احنا قلنا عندنا نسب قليلة من الدوبامين. مو صحيح? فاحنا حتى نسوي انه. نصعد نسبة الدوبامين. اول شي. خلنا نسوي دوبا. انه شنه شغلته يشبه الدوبامين. فراح ننطيل المريو ويصعد من نسبة الدوبامين. هي هالفكرة الاساسية. فسوينا. سوينا. ليفو دوبا اللي هو ال دوبا. شفنا المريض. ما جاي صراح عنده رسبونز صحيح. وجاي صراح عنده اعراض جانبية. اللي هي اربعة وكلش ذننا لازم تحفظهن. نوجيا. فومتينج. اريثمية. وهايبو تانشن. اوكي. ذننا ثلاث اشياء. اه يعني شو نقول اه. تحفظهن. يعني اتذكر كلمة فان. وهنانا مثلا حسين. حسين فان. حسين فان. حسين فان. يعني هايبو تانشن. فيف يعني فومتينج. و اريثمية. و نوجيا. اذن اربعة اشياء اساسية. سويناهم. بدأت تطبيق يظهرا يعني. بدأنا نستعمل ليفو دوبا. يعني استغربوا الاطباء. فبدأوا يبحثون وهي السؤال. ويكتشفوا فاشي هذا. قالوا هاذ الدوبا من جاي ننطيل المريض. ومو مفروض يروح يروح ويعبر. لبلوت براين بريير ويتحول دوبامين ويشتغل على الدماء. المشكلة وين. جزئ من عنده جايش. انو يتحول يتكسر. بو الواسطة انزيم انسمي دوبامين دي كاربوكسيليز. اوكي. زي. هذا الانزيم هو اسم دوبامين دي كاربوكسيليز. جاي خلي الليفو دوبا بدا لما يمشي بهذا طريقة جاي نخلي نحرف عن طريقة ويتكسر. في يعني توصل نسبة قليلة من الليفو دوبا ما جاي نلاحظ اي استجابة الي. السوا قالوا هذا الانزيم. مو هو جاي يسوي لي هاي سالفه. خل اسوي لي فدوه. يكسر او يوقف عمل هذا الانزيم. فصنعنا دوا اسمو كاربي دوبا او مثلا ثاني واحد طبعا هذا أشهر شي هو أصلا حتى مارد التذكر الثاني بس عاد بالمحاضر مذكور كاربي دوبا وهكو ثاني يسمون بين سر زياد بين سر زايد رقول كاربي دوبا حاليا هذا الكاربي دوبا مو جاي يمش مثلا يريد يتكسر بعد الكاربي دوبا رح يمنع هذا الانزيم فرح يستمر بطريقة الدواء الليفو دوبا حلو حلين المشكلة سيلا بدينا نشتغل شو هم وارد عندنا بشاكل بالمريض يعني جاي يشوف هم يعني جاي يستجيب بس مو تيجي الاستجابة المفروض يستجيب هل ليش قاله وإحنا نسموه هذا صحيح جاي بو هذا الانزيم ووقفنا قام يظهر لنا طريق ثاني ان الليفو دوبا قام يتحول الى فشي ثاني نسميه ثلاثة او مثيل دوبا هذا من اسمه مثيل دوبا يعني مثل الدوبا يعني مثل يشبه الليفو دوبا هذا ما بيفد نواتج يتفيدني انا لعلاج المر بس هذا هو انا اصلا لعلاج الهنطية فمن وقفت انا هذا الطريق قام يتكون لي هذا الدوبا فاثنيناتهم قام انيت نافسا على البلود برين 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 على السي ان اس بالشو نقول الشنالز مالتهم اللي يشتغل عليهم فشون جاي يصير مثل الكمبتشن بيناتهم تنافس انا هذا ما ريده ما جاي فيدني اصلا وهذا جاي فيدني فسويت سويت ادوية سميتهم بحيث وقفا هذا الطريق فبعد هنا لا رح يعبر من هذا الطريق ولا رح يكمل طريقة مثل ما هو نسبة عالية رح يوصل نسبة عالية ويعبر بطريقته فاذا ويهاد ابروبلم افتر ان هيبتنك دوبا موقف نحن هذا الانزيل قام يتكون عندي في هذا ثلاثة اود مثل دوبا اللي قام يسوي الكمبتشن بس لهذا سوينا في الدول الثالث اللي هو هم نضيفه ويا اللي هو يسمو هذا سي او تي شون اختصار اختصار كاتيكول او مثيل ترانسفيريز ان هيبتر اللي هو سي او تي هاي الادوية سي او تي ان هيبترز اللي ان هو اصل ان هذا شلون يتكون اوكي حسي احنا هذا اللي فيدوبا شلون يتكسر عن طريق انزيم وهنا اي طريق ثاني عن الماصلة هو انزيم سببه هذا انزيم هذا الانزيم ما اسمه هذا الانزيم هو هذا كاتيكول أو مثيل ترانسفيريز فانا من وقفت هذا الانزيم هذا هو الانزيم بعد ما تكون هذا وقفتها عم طريق شنو الادوية ادوية نسميه كاتيكول أو مثيل ترانسفيريز انهيبيتر فانا ليفو دوبا كنتيجة من اريد استعمله اقدر استعمله لازم كاربي دوبا حتى لا يتكسر ونفس الوقت انطي منه حتى لا يتصير عندي ويقل مفعوله معلومات اخيرة هذا انطي بالواريد نلاحظ المريض وردت لسنوات خمس سنوات من يبدي استعمله يصير عنده تولرانس يعني يبدي يتعود ازيد بالجرع والجسم يتعود كلش فلهذا ننطي نوع اخر من الادوية سراح نسولف عليهم يسموه الستبس ومعلك شنو انهي علاقة دوبا من ريساب تراجونست معلك بهم هذا الدواء الوثدرال يجب لازم تريد القطعة لا يصير القطعة فجأة مثل بيتا بلوكرز لا يصير هم تقطع حين فجأة شوي قراجوال على فترة زمنية شوي شوي تبدي تقطع به وكذلك اللي فدوبا انه يتميز في فهي نومنين سميه ليش؟ لانه هو ساعة لها ساعتين المريض مثلا انا سحالين قاعد ارجف عندي باركنسون طيتني هاي الوبرا رجعت طبيعي ما بياشي ولا كأنه بياشي مشيت واسوالف وهاي وفجأة وورا ساعتين رجعت نفس الحالة ترجع تطيني دواء هم ارجع اصير زين وورا ساعتين ارجع ارجف وهكذا فهي الحالة كأنه تقع كافظ المريض وقع السبولات طفي وشغلات طفي وشغلات طفي وشغلات اون اوف اون اوف اون اوف هاي نسموه اون اوف فنومنين ليش يصير بالليفودوبا؟ لان الهالف لايف مالتقى يصير فيصير فليكتشويتشن بالرسبونز الفلكتشويتشن بالرسبونز يعني يصير زين او برجع مزين وما يصير زين وهكذا الليفودوبا انطيب ابتين استمك يعني على معدة خالية حتى يصير الامتصاص ماته احسن وهذا هو من اشياء الجدا مهمة اللي ممكن تنسيلون عليها جدا مهم جدا مهم يعني ما يسأله اذا الدكتور ما يسأله المفروض يعني لازم تنسيله اول شي يقلك دير بالك او مثلا ليش ما يصير الدم جوية فيتامين بي 6 طبعا هو ما يقلك فيتامين بي 6 اكيد راح يطيق اسم ثاني سامه بايريدكسون او البايريدكسن او البايريدكسن او نفسه فيتامين بي 6 ليش؟ لان الفيتامين بي 6 يشتغل مثل هذا نرجع الى صورتنا هاي المقدسة هاي الام او اي بيو كومتز ذان شو شغلتين ميكسرا ان الدوبامين يسمونها ميتابوليزم هذا الفيتامين بي 6 هميكسرا انا اصلا عندي قليل هذا انطي فيتامين سي حتى اقلي لبزايد لا فليهذا انا دير بالي من الليفو دوبا انطيوية الفيتامين سيكس ليش لين راح يبدي كسر وما استفاده اشي كذلك دير بالك تنطيوية في اشي نسمي هو الليفو دوبالات الطيوية الماو مونو امين اوكسيديز طبعا هذا راح نسولف عالية المونو امين اوكسيديز ليش لك يعني دير بالك تنطي هذا المونو امين اوكسيديز او الماو تنطيوية الليفو دوبا لان هذا انه بس تنطيوية سوا راح يصير عندك الكاتوكولامينز عالية يعني كاتوكولامينز مثل نقول مثل الابن افرين كأنه واحد كلش سمباثيك يتفعل عنده ويصير عنده حادثة او فاجعة ارتفاع الضغط الدم شوف مو بس هايبرتنشن كدبنا هايبرتنشن كرايسيز بحيث يصير عنده الضغط كلش عالي يوصل مئة ثمانين مئة وتسعين مئتين مئتين وعشرين فتحرفين يعني راح تموت المريض بشي حالة فدير بالك وكذلك لا تنطيهن جماعة يأخذون الادوية مع السايكو ترك ليش يعني اتوني قلت لك انا الدوبا مين بس يصير نسبتك كليش عالي يصير مسودة يعني سايكولوجيكا فانت اصلا هو يعني الجا يأخذ مريض المريض الجا يأخذ هاي الادوية الدوبا مين شنو يكون عنده عالي زيان هذانا شي شغلتن شغلتن يقلل العفو العفو شغلتن الليفو دوبا كل ما يقلل زيدنا فانت هو اصلا عند الدوبا مين عالي وانت منا تطيلي في دوبا انت نانا سويتم سودة تربيع فدير بالك هاي الجدود جدا مهمة جدا بالنسبة هذي هاي خلصنا من الاولى اللي هو احنا نجيب الدوبا مين نفسه وننطهيها الطريقة الثانية قلت لك شنسوي هذانا نوقف شغلهن الماو النوع بي والكومت هم نوقف هن اثنين شغلتن شغلتن ان شنو يكسرن الدوبا مين انا اعتقد ان اذكرتن انا وانيا الكمت هاي نفسه ترى يعني ذاكره بجهة بصورتين الصورة هاي اوكي ذاكر لك انه يكسر الدوبا مين ونفس القضية هو ترى ذكرت لك هاي بصورة ثانية بطريقة ثانية قلت لك دير بالك ترى الكومت اللي وكاتي كومين ميثين تراسفيريس هم يكسر الدوبا مين بس تحديدا نليفو دوبا حاليا جاي نسول فاليا احنا فذانا شن شغلتن مجرد احنا نوقف شغلين ان شنو يكسرن الدوبا مين فانا وقفتن بعد الدوبا مين يبدي يصعد واستفادين منها احنا توني قلنا لك دير بالك تستعمل او يعني مثلا سيج واحد ي السؤال غريب او يعني سؤال يعني بيه وجهة نظر يقول انت توق تقلي توق تقلي لا تستعمل ليفو دوبا ويا هذون المونو امين اوكسيديز زيني احنا شو نقول تستعملها لان المونو هذا الانزيم المونو امين اوكسيديز بنوعين طبعا بنوع اي وبنوع بي اوكي الاي شغلتن يكسر النور ابنفرين والسيروتونين اما البي اللي هو هذا شغلتن يكسر الدوبا مين اوكي فانا شنو اسوي اجي اطفي هذا الانتصال الانزيم اجي اطفي اوكي فهو هذا النوع ماو بي الهيبترز اجي اطفين فبالتالي بعد ما كنت تكسير الدوبا مين اهم شي قلت لك البي انا الاي مالي علاقة بي انا بس على البي اوك فبالتالي ما كنت تكسير الدوبا مين بثلاث امثلة كلش يعني بسيطات سيلجين وسيلجيلين وراسجيلين وسافينامايت اوكي اكل هن يعني سلكتف فور بي اهم شي تقل لبي مونو اماين اوكيديز بس هذا ضيف لك يعني يتشلب بي بعد ما يفصل عليه وعندك ملاحظة على هذا انه ممكن يسبب لك ارق انسومنية ليش لان هو قلنا احنا هذا شنو شغلته هذا يكسر الدوبا مين فانت شنو جاي توقف تكسير الدوبا مين فالدوبا مين يبدي يسعد فيعني وكأنه واحد ناشط يصير في انسومنية زيان الكومت انهيبترز هذا نفس الكمتين انا قلت لك هذا نفس نوقفه او هذا نفس نوقفه قلت لك شنستعمل نستعمل هاي كاتيكول او مثل مثيل ترانسفرز انهيبترز امثلة عليها عندك هذا الكمت انهيبترز عندك الانتا كابون عائلة الكابون اكو في الهم يمكن يسميها الكابون او كاراس ما ادري انا شي رابط بقاراس انا تكاري بالمهم يعني انتا كابون وتولي كابون اوكي طبعا اكو بعد بس اذلنا انتا كابون تولا كابون ذلنا يتميزي في ميزة يسموها ويرنج اوف فينومنة اللي هي هاي اصلا احنا نستفاد منها يعني اجا تيكي فجأة على قلبنا احنا مو قلنا الليفو دوبا ممكن يسبب لك حالي يسموه اون اوف يعني بسبب فترة صغيرة فهاي الويثدراول فين ويرنج اوف اتوقف هاي الحالة فانت مثلا منضطي هذا ويالليفو دوبا فانت يعني حرفيا يعني وقفت هاي الحالة التولي كابون يعني خلي عليها تجزئ سهم ونجمة عنده شغلتين اول شي لونج دوريشن يشتغل فترة طويلة وثانين هميا مور سايد افكت اكدوة ثاني هم راح اجي اقل لك بس خليا ما جوه راح اقل لك قليل سايد افكت وقليل افكيسي فهاي حتى يعني تربطها نسوها الثالة الكابون لونج دوريشن مات تعالي وصيد افكتها ما تعالي واصلح ندونا ما نستعمل قليل بس نستعمل انت كابون زيين ومال ملاحظة اصلا مساء ذكرت لك وانتشنا نسولف عن الليفو دوبا قلت لك حنا ما نستعمل نستعمل الكاربي دوبا وكذا يكن نستعمل هذنه شوف نستعمل ويالليفو دوبا زيين بعد طريقة ثاني هذا الريسبتر ممكن لك نجيب فد اشياء تشبه الدومين وترتبط بعض الريسبتر عندك لدينا شوية مهمات برومو كريبتين اوكي هذا يشبه شغل الليفو دوبا حرفيا نخلي ببحدة وذول ممكن لهم ابومورفين وبراميكسول وروبينورول وروتيقوتين طبعا السايد افكت هذولك اقل سايد افكت هذي نفس السايد افكت تقريبا ما الليفو دوبا بس الديس كينيزيا يعني صعوبة الحركة شوية اقل بي تكون اما السايد في السباية كل هذا هذا يتميز بان فازو سبازم يعني كذل فزل ويخليه ضيق فاذا جالك امسك يقل وهذا مهم طبعا جاي امسك يوات شايفه انا بس كليتنا مادر اذا عجبنا ولا ما قريته المهم الفازو سبازم انه يعني سبب تضيق فاذا نقول لك ان شخص عنده اما اي جلطة او عنده اي مشكلة قلبية او الهلاقة بلوعية دير بالك من البرومو كريبتين ليش لان هو يسبب فازو سبازم وكذلك يسبب حالة المخابيل بنكتب مخابيل يعني حتى سهل لك يعني يتذكر شك وشي مشاكل بالدماغ ما يقدر يركز ما يقدر يفكر عدل يعني وصف لك فتحة بحالة يعني تحسها مال سايكولوجيكال تذكر يعني هي عالسايد فكس ما اللي بخابي يلا نسميها انا ذكرت لك هنا اربعة بس ان انا اريدك تذكر روبينورول هذا نستعمله ريسلس لك سندروم اكو حالة هاي دائمين يجيبه امسكيو فذكرت انا اه هذا كل واحد علي ملاحظة بس والدكتور ما مصرف علي فعفتها انا ووايف لك ملاحظة اذا كان الباركنسون بعده بحالة متوسطة مايلد تقدر تستعمل مونو ثرابي يعني تستعمل واحد منهم بباحد بس تبدي تدمجهن ي تبدي تبدي تدمجهن هو اليدوبا اذا حالة شوية تطورت فتستعمل مثلا ليفو دوبا وضيف له مثلا مثلا ابومورفين وكذلك اكيد التما تنسى ذنى الكومتين هيبيترز وبعد منه عندك الكاربي دوبا زيلا اكو دوة ثالث احنا جنا نستعمل الفيروسات يعني واحد منصر عنده فلاونزا او فلاونزا هاي خنازير اعتقد اه اتكدوا منه يمكن خنازر ايه فممكن جنا نستعمل اهاي الدوة نسميه امانتدين اوكي بس فجأة يعني وحنا جاي نستعمل له فجأة اكتشفنا انه يفيد بالباركنسون فقمنا نستعمله هذا قلت لك قلت لك اكواحد رهن خليلي اسفل الستول كابون قلت لك زيده يعني اكثر لونج دوريشن ولونج سايد افكت هذا خليه اسفل هذا السايد افكت ما التقليليه والافكتف ما التقليليه اوكي وبعد شنو عندك شنو شغلته 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 انه هواي شغلات يسويه يعني حرفيا يشبه اخو الجوكر السؤال اثناء عليهم بجامعة الابيليبسي يزيد الدوبامين يسد الكولينارجيك ريسبترز الكولينارجيك ريسبت تذكرون هاي الخطة فانا من سؤال فتلكم هنا ما ذكرت لكم بعد واحدة قلت لكم الادوية ممكن نجيب واحد يشبه الدوبامين او مثلا نطفه شي عرسابتر يشتغل عليه او مثلا نطفي هذنها هاي 3 اربعة تبغ خمسة ممكن رح نجيب ادوية تطفي الاسيتال كولين يان هو الاسيتال كولين مجيخة اللي عضلة فنوقفها يعني نقل من نسبته فتقل حميا البركنسون فالمهم هذا هميا يشتغل هاي السايد فيسد الكولينارجيك ريسبترز الكولينارجيك ريسبترز الكولينارج يسبب لك سايد افكت كلش مشهورة يسموها اللي في دور ريتكولاريس ودير بالك جماعة الهارتفيلر والسيجر يعني مثلا ساي انت عندك شنو بالله الاشياء المهمة هاي مالتك مهمة وها المهمة مثلا وهاي ممكن يجيب لك سايد افكت يقول لك ام سيكيو او هاي يقول لك واحد هارتفيلر وعنده سيجر تستعمل امامتدين قل لا ويبقى الانتماسكرينيك هو نفس هذا الحرفيان هذا نفس هذا نوقفهم اوكي امثلة عليها بنزوتروبين اوكي اللي بنت كنت ذاكر بس ذاتين الدكتور ضيف هوي يعني عندك بنزوتروبين وتراي هيكسي في ندايل اوكي شي شغلاتين قلت لك انت مسكن لك يعني يطفن اكسي دايكولين يسبب حالة المزاجيات يعني يتغير مزاجة ويعني مخابي البنقوسين يسبب لك زيروستوميا هاي متبوعها لتشبعيونه بش صعير مثل اصفر يعني مثل ذهب وممكن يسبب كونستوائشن كونترا اندكيشن هذو اللي يدير بالك تنطيهن شخص عندك لوكوما واذا عنده بروستاتيكايبر بليجيا وعندك بايلورك ستينوسيز طبعا هاتي اذا القاعدة سويها اس جنرال يعني امسيكي مرة شفته انه يعني شنو قايل لك قايل لك قايل لك يعني مثلا واحد قايل لك عندك لوكوما يصير تستعمل لنا الادوية بس هو ما جايب لك من انتي مسكنك جايب لك من هاي الادوية ذكرناها نفوق فتقلا ما يصير نستعملها فانت خليه ببالك كونترا اندكيت بهاي هاي الادوية بس خليها سرع عامة يعني بس انا كتبت لك يعني وث اكسبشن حتى يعني شو نقول اه بريمتي منها فالمهم دير بالك اهم شي هو بهاي السؤالات كلها يعني اساميهين اكيد ميزوتروبيين وترايكسي فيني الدين وهي لا تستعمل لوايلك لايكوما لا تستعملواي بروستاتيك ودير بالك من البيلورك ستينوسيس بايلورك ستينوسيس هاي المعدة هاي الرسم لك المعدة وهي مو يجينا اله الانتستنس مول انتستنس يصير اكو تضيق هنان في هاي النقطة الاتقاء المعدة وهي الانتستنس شوف شون ايش صار تضيق هناني سمو بايلورك ستينوسيس هم دير بالك تستعملواي واخر شي ملاحظة مهمة اذا قل لك استعملنا ليفو دوبا وهي نون سيلكتف ام او اي يصير عندك هايبرتنشي اللي هاي مساعة صرفت لك يا قلت لك دا تستعمل ليفو دوبا ويي الام او اي بس تحديدا نون سيلكتف اللي هو يعني يشتغل بين قوسيا اي و بي بس اذا كان سيلكتف يعني بس على بي ممكن تستعمله واصلا يفيدك بحالة الباركنسون اوكي واللي هنا خلصة المحاضرة اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ومع السلامة